أهلاً وسهلاً بكم في فوكس اليوم عيدية مع أخواني المتسابقين اللي أرحب فيهم نحياكم الله يا شباب عيدكم بارك جميعاً عاد عيدكم ونورتونا بعد غياب هذة أيام افتقدنا أنا ما كنت على مستوى الشخصي أعتقدني بأفتقدكم لكن والله حسيت بوحشة يعني حسيت كده فيني نروح مشاكل مادري ونفرغها فاليوم جمعتكم نبغى مجالد على الهواء حمادة وركز علاني يا حبيب عيدكم بارك أحد يشوفك ويزعل كل عام انتم بخير افتح مايكك طيب طيب شغال مايك حمادة مو بشغال يقول طيب عنده عطوه المايكة شباب طيب حمادة شوف المايك وتعال كل عام انتم بخير يا شباب مرة ثانية وبهاج أتمنى أنك ما تقرب اللي اتفقنا خلاص أبي وعد منك أنك ما تقرب اللي لمشخظ اللي مشيك عليه كيف عيدكم بهاج في الباطل؟ والله أوجي أنا سعيد جداً يول مرة هتواجهنا وإياك في وجه الوجه انتهى الرجل والله عيدنا في الديرة أناسة يا أبو عبد الله هنبسطنا وسط أناسنا عيدنا على شباننا وعجزنا وكان عيد وكانت شوفها عجلة والله يا أبو عبد الله هلون العيال لأنني أطرت شوي خمس دقائق معداء وخمس دقائق معداء وخمس دقائق معداء وخمس دقائق كانت مختلفة صح؟ شعور يا أبو عبد الله خم مرة شوفنا الشباب وكل ميون يود بعضها وطعمك دمع من فرحة من فرعة الشعور يعني شيء بعد 54 يوم تفاجأة لأمرك بخبر زي كذا بلغس على أساس أنه بيجي بكرة طعمك فعليه وكرا مشاعر الفرحة كانت أنا صراحة كنت من من أعد الفقرة ما كنت أتوقع ردة الفعل بهذه الطريقة يعني سجود شكر مشاعر يعني يعني الإعداد فيه من المخرجين والأستاذ منيب كان يبكون صراحة كانت مشاعر جياشة صدقوني كانت مشاعر مشاعر مطبيعية فرحاتها يمكن أكثر من فرحة العيد يا أبو عبد الله فرحنا فيها يمكن أكثر من العيد كان عيد وشوفت أهلكم طيب شراحكم نستعرض المقطع يلا نشوف المقطع شباب خلا نشوف كيف تقبل الشباب